السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا هاي اخر فيديو بموضوع الشبكات الخلوية. طبعا كل اللي احنا كنا بنعمله على هاي اليو اس بي ادابتر. هاي الانتين هو كان بالنسبة ان الانتين تبع البرج. واليو اس بي ادابتر هو كان بالنسبة ان البيس ستيشن. البيس ستيشن كان موصول موبايل سويتشن كنترولر. الكنترولر اللي هو الهوست اي بي دي. البرمجية اللي كنا نستخدمها. على اساس اه تعملنا تحديد للفريقونسي اللي اللي ما نستخدمها. الباند يعني انا جي ان ولا بي. زي ما احنا مستخدم بالفريقونسي تبعت الاتصالات. في عنا فريقونسي سبعمية وثمانمية وتسعمية. اذا كنت تشغل على جي اس ام. واذا. في عنا الف وثمانمية يو ام تي اس والامور هاي. في عندي كمان اللي هو الشبكة تب اتنا. اللي هو هذا الجهاز اللي كنت انا مشغل عليه. راوتينج سوفتوير. اللي هو الكوغا. لينوكس راوتر يعني قنون لينوكس راوتر. اه هذا الراوتر. موصول مع الراوتر الاخر. اللي هو كمان عليه. بويس اوفر اي بي سيستم. الآن يعني الويس اوفر اي بي سيستم هو الخدمة تبعتنا. الوبريشن سنتر تبعنا اللي انا ورجيتكو اياه. لما ورجيتكو لما كيف شخص شبك او الجهاز شبك على الواي فاي او اللي هي بالناس بي النا ع البيسي ستيشن شبك مباشرة اخذ منه انو اوثентиكيشن. كل الا�M Okay. عملية التوثيخ كلewكية التوثيخ بتم عن طريق السمكار. سبسكرايبر اديتيفي ايدي انتيفيكيشن موديول فهو فيه عملية التشفير والا امور هاي ويلا بتشبكيه على شبكة اي يعني امنية او زين او اورنج او اشبكة اخرى موبايلي اتصالات الى اخره بينما ا Still the plan a work you prepared after making them بعد ما تم هالعملية مباشرة تعطيك الخادم اللي هو دي اش تي بي سيرفر اللي هو معطيك العنوان على الشبكة فبعد ما تحصل عن عنوان تتصل مع مين مع الجيتوي اللي هو موبايل سويتشين كونترولر بيوديك على الخادم تبع الصوت اللي هو الجهاز الاخر او الراوتر الاخر اللي عليه خدمة الفويس اوفر اي بي من شركة دي جوم او اللي هو المحرك او الانجين تبعهم استرسك فانا نزلته من عندهم وعملت voice over ip system عملت له configuration بعدين مباشرة وشفنا كيف عمل subscribe او register يعني عمل تسجيل عنده انه انا موجود على الشبكة والاي بي ادرس تبعي واحد اثنين ثلاث وبعدين قمنا بعمل مكالمة هاي كله داخل شبكتنا المتواضعة اللي احنا بنيناها مع بعض خطوة بخطوة علشان نفهم كيف شركات الاتصالات بتعمل الآن الخطوة الثانية يعني انا شابك على شركة معينة اذا انا مثلا خلينا نفرض انا شابك على شركة امنية متصل مش على شركة امنية يعني مش ما كبس 078 كبس 079 او 077 فبهاي الحالة انا بنتقل لمين بعمل توجيه لبياناتي من السيرفر تبعي لا السيرفر تبع شركة مثلا زين او شركة اورنج طبعا بتم يعني وصل هاي البيانات توجيه البيانات يعني انا لما المتصل عندي يضغط على 079 مباشرة بتم توجيه البيانات نهو شركة زين 077 بروح باتجاه شركة اورنج ونفس الشيء لما اتصل اتصال دولي مثلا على السعودية فبضغط انا 00966 فباقي الحالة بتجاه المكالمة تابعتي نحو السعودية على يعني عبر يعني بوابة gateway تربطنا مع السعودية وداخل السعودية هم بتم توجيه بياناتي او بتم توجيه اتصالي نحو الشركة الاخرى وبهيك باستقبل مكالماتي الان انت بتدفع على الشركة للشركة اللي انت بتجري مكالمة عن طريقة وهي بتتفاهم مع الشركة هذيك عشان تم عملية احتساب المكالمة وهي كم نكون وصلنا للنهاية اتمنى تكونوا استفدتوا ويكون موضوع شركات الاتصالات يعني مش هالموضوع اللي يعني الكل بحكي لك انا ماش انا درسته وبعرفه لكن انا وين تطبيقه ما بعرفش او يعني درسنا انا فاهمينه لكن احنا ما شفناش اشي هاي بيئة مصغرة لكن مطابقة تماما للواقع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته